تصعيد كبير شهدت عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في اليومين الماضيين حيث كثفت استهدافها لمواقع جيش الاحتلال وتجمعات جنوده على طول الحدود وشنت المقاومة الإسلامية بذلك أكبر هجماتها منذ بدايتها في الثامن من أكتوبر قائمة الاستهداف شملت تكانا ومواقع وقواعد عسكرية واستخبارية مستخدمة في ذلك قوة وكثفة نارية غير مسبقتين وملحقة بالاحتلال خسائر كبيرة ما كان من إعلامه وقادته إلا أن يعترف بها ولو جزئيا بالنظر إلى حجم تلك الهجمات هجمات كانت رادعة من جهة لقادة الاحتلال وكشفت من جهة أخرى تآكل الردع الإسرائيلي وهو ما عبر عنه قائد سلاح البر سابقا اللواء احتياطي افتاح رونتال متحدثا لمعاريف بالقول إن حزب الله لا يقيم للإسرائيليين أي اعتبار وتحدث عن مستوطنة كريات شمونة بعدما زارها واصفا إياها بمدينة أشباح وبأنها منطقة حرب مهجورة بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن الإسرائيليين يخسرون الجليل مشيرا إلى فرض الحزب منطقة أمنية في الشمال بدلا من أن تكون في جنوب لبنان أما إعلام الاحتلال فقد توقع قدرة الحزب على تعطيل 50% من القباب الحديدية في الشمال بضربة أولية وهو ما ذهب إليه موقع زيفنات داعيا إلى ضرورة تحريكها ونقلها من مواقعها الدائمة لتجنيبها التعرض للاستهداف بالمسيرات الانقضاضية ولا يقتصر التصعيد إسنادا لغزة على جبهة لبنان فقط فتوازيا مع ما تفعله هذه الجبهة المتاخمة يأتي كشف مهم من قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بإعلانه عن عمليتين مشتركتين مهمتين بين المقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية هناك أيضا المسار المهم الذي هو في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد وهو العمليات المشتركة بين إخوتنا العزاء المجاهدين في المقاومة الإسلامية في العراق والجيش اليمني ونفذ في هذا الأسبوع عمليتان مهمتان جدا بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافا مهمة مؤثرة على العدو الصهيوني إعلان يؤشر على تطور نوعي يحمل أبعادا استراتيجية توحيدا لجبهات الإسناد أكثر بتنفيذ عمليات مشتركة قد تتطور إلى جهد تنسيقي أكبر بين الجبهات جميعها إن تدحرجت الحرب المحدودة إلى حرب شاملة ولا سيما في جبهة جنوب لبنان محمد وعبد الله المياد ترجمة نانسي قنقر